تسير رؤى المحللين وقراء الطالع السياسي إلى القول بأن بوادر جفاء سياسي يسد العلاقات الموريتانية السنغالية هذه الأيام فالجارة السنغال قامت مؤخرا بمنع بعذة دعوية من دخول أراضيها وهي القادمة من موريتانيا وسط حديث للمعلقين السياسيين أن سياسة الرد هي ما يميز رفض السنغال دخول البعذة الدعوية بعد أن أوقفت نواكشوت بعذة صوفية في أراضيها فهل ما يدور في خلف كواليس الدبلوماسية الموريتانية وسيدتها الأولى فاطمة فالمنت الصوينع ينحى إلى منح التأزم بين الجارتين وسط جدل يرافق هذا التوتر الغير معلن بأن معابر الحدود الاقتصادية والتجارية بين نواكشوت ودكار تشهد بعض الجفاء الغير معلن في انتظار تلمس الخيوط الأولى للعلاقات المتوترة بحسب بعض المراقبين بين الدولتين فإلى وقت قريب ظل المسؤولون في موريتانيا والسنغال يقول أن كل من البلدين يشكل الحديقة الخلفية للبلد الآخر وإن كانت الخارجية الموريتانية قد عودت الرأي العام على سياسة الصمت وعدم الحديث المعلن عن توتر أو جفاء وهي السياسة التي يقال بأنها رافقت من تصوينع منذ اعتلائها لسدة الخارجية في موريتانيا